اهلا بكم مشاهدنا من جديد فتح مجلس المناقصة والمزيدات 22 مناقصة تتبع 11 جهات حكومية ابرزها مناقصة اعمال اعادة ترميم مبنى شؤون الطيران المدني التابعة لشركة مطار البحرين حيث تقدم لها 11 عطاء اعلاه بقيمة 5 ملايين و 524 الف دينار وادناه بقيمة 3 ملايين و 791 الف دينار فيما طرحت وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الصندوق السعودي للتنمية مناقصة الخدمات الاستشارية للتصميم والاشراف على تنفيذ مشاريع تطوير الطرق المؤدية الى المدينة الرياضية بالصخير باياسي فيما طرحت وزارة التربية والتعليم مناقصة لصيانة واصلاح اجهزة انذار الحريق بالمدارس والمباني الادارية بالوزارة كما فتحت شركة تطوير البترول ثلاث مناقصة في حين تقدمت جامعة البحرين بثلاث مناقصة وطرحت شركة البحرين لاستثمار العقاري إدامة مناقصة اعمال استبدال السقف للمستودع رقم 4 في منطقة سترة في حين طرحت شركة نفط البحرين بابكو مناقصتين أبرزها مناقصة استئجار وحدات تكييف الهواء ومولدات الطاقة في حين فتحت هيئة الكهرباء والماء أربع مناقصة في قسم إدارة المخازن المركزية أهمها مناقصة كابلات أرضية بلغ المتوسط اليومي للتداولات الإسبوعية لبورصة البحرين مليون وتسعمائة وخمسة واربعمائة وخمسة وتسعين ألف وثلاثمائة وسبعة وعشرين دينار بحريني في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة خمسة المهليين ومائتين وستة ألاف واربعمائة وستة واربعين سهم ووحدة أما متوسط عدد الصفقات فقد بلغ مائة وسبعة وعشرين صفقة مشاهدنا التفاصيل في سياق التقرير التالي بلغت كمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة والمدرجة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع ستة وعشرين مليون واثنين وثلاثين ألفا ومائتين وثمانية وعشرين سهما ووحدة وقد بلغ إجمالي قيمة الأوراق المالية المتداولة بقيمة قدرها سبعة ملايين واربعمائة وستة وسبعين ألف دينار بحريني نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال ستمائة وخمس وثلاثين صفقة وتدول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم ستة وعشرين شركة ارتفعت أسعار أسهم أربع عشرة شركة في حين انخفضت أسعار أسهم تسع شركات أخرى واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات أما على مستوى الشركات فقد جاء البنك الأهليجي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة وجاءت في المركز الثاني شركة البحرين للاتصالات بتلكو والآن مشاهديننا نترككم مع سعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية أظهرت بيانات مؤسسات فتش سوليوشنز أن المخاطر الاقتصادية في مصر تعتبر الأقل من بين دول شمال أفريقيا على المدى القصير وذلك وفقا لمقياسها الذي يتراوح بين الصفر ومائة نقطة وتشير الدرجة الأعلى فيه إلى المخاطر الأقل وحصلت مصر على 53.3 نقطة فيما جاءت الجزائر في المرتبة الثانية بـ 50.4 ثم المغرب بـ 48.8 ثم ليبيا في المرتبة الأخيرة بـ 35.2 وأوضحت البيانات أن المخاطر السياسية بدول المغرب العربي هي الأقل بين الدول المنطقة على المدى القصير إذ حصلت على 70.6 نقطة ثلاثة تونس بـ 56.9 نقطة ثم مصر بـ 53.3 ثم الجزائر بـ 47.3 نقطة وأخيرا ليبيا بـ 26.7 وفيما يتعلق بالمدى الطويل أشارت فيتش سوليوشنز أن المخاطر الاقتصادية في الجزائر ستكون الأقل بين دول المنطقة بعد أن حصلت على 53.2 ثلاثة المغرب عند 53 نقطة ثم مصر عند 50.4 ثم تونس عند 44.3 وأخيرا ليبيا عند 31.4 تتشذب البنوك اللبنانية أموالا جديدة إلى البلاد بعرض أسعار فائدة مرتفعة على المبالغ الكبيرة المدعى لمدة ثلاث سنوات في خطوة تهدف إلى دعم احتياطات البنك المركزي الأخذ في التراجع كان القطاع المصرفي اللبناني أجرى عمليات مماثلة في السنوات القليلة الماضية بالتنسيق مع المصرف المركزي ووصفت هذه العمليات باسم الهندسة المالية مع إيداع الدولارات الجديدة في البنك المركزي وبدأت أحدث هذه العمليات قبل نحو أسبوعين ولا تزال مستمرة وكان صندوق النقد الدولي قال في بيانه الختمي لزيارة بعثته للبنان للأسبوع الماضي أن تدافقات الوداع إلى لبنان توقفت تقريبا وأن الاحتياطات الأجنبية لدى المصرف المركزي انخفضت بنحو 6 مليارات دولار منذ أوائل 2018 جاء ذلك على الرغم من استمرار العمليات المالية للبنك المركزي ويرجع في جزء منه إلى مدفوعات أصل قيمة السندات الدولية وكوبناتها التي سددها البنك المركزي خلال الفترة ذاتها قال مصدر دبلماسي أن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق الاتصالات رفعة المستوى مع تركيا ووقف المساعدات المالية لها احتجاجا على أنشطة التنقيب غير المشروعة عن الغاز الطبيعي بالقرب من السواحل القبرصية ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصدر القول أن هذه الإجراءات جزء من مجموعة أوسع من المقترحات التي سيبحثها مبثل حكومات الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم اليوم في بروكسل ويمكن أن تحدى من القروض التي يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي لتركيا مع تأكيد خفض جزء من مساعدات مقررة للعام المقبل بقيمة 146 مليون يورو وقالت وكالة بلومبرغ أن هذه الأنباء أدت إلى تلاشي المكاسب المبكرة لليرات التركية اليوم وشاهدين النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل هواوي تسعى لتقليص اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية عبر روسيا بعد إدراج واشنطن الشركة على القائمة السوداء أقر البرلمان الفرنسي أمس الضريبة الرقمية رسميا على عمالقة التكنولوجيا فيما تدرس واشنطن رد الفعل مع إجراء تحقيق حول ذلك وبهذا تصبح فرنسا أول اقتصاد رئيسي يفرض ضريبة على المجموعات الرقمية العملاقة بعد أن أقر البرلمان هذه الخطوة بشكل نهائي في تحدي لتحقيق الذي أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتحه وقد يطلق تدابير مضادة وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أول من أنها فتحت تحقيقا حول آثار الضريبة التي ستفرضها فرنسا أحاديا على عمالقة الإنترنت وتعد أول بلد يتخذ هذه الخطوة بانتظار اتفاق على المستوى الدولي حول فرض الضريبة على جوجل وأمازون وفيسبوك وأبل ورمبي وإنستجرام وكذلك ريتو الفرنسية إلى ذلك انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيتكوين وعملة فيسبوك الرقمية المخترحة ليبرا وعملات مشفرة أخرى وأسدى مجموعة من النصائح للشركات التي تريد أن تصبح بنكا وحث ترامب الشركات على السعي إلى ميثاق مصرفي وإخضاع نفسها للقواعد التنظيمية الأمريكية والعالمية إذ كانت ترغب في أن تصبح بنكا وكتب ترامب على تويتر بأنه ليس من أنصار بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى لأنها ليست بأموال إذ تتقلب قيمتها بشدة وتستند إلى اللاشيء وقال إذ كانت فيسبوك وشركات أخرى ترغب في أن تصبح بنكا عليها السعي للميثاق مصرفي جديد وأن تصبح خاضعة لجميع القواعد التنظيمية المصرفية تماما مثل باقي البنوك المحلية والدولية هذا وأعلنت شركة فيسبوك أنها ستطلق عملتها المشفرة العالمية في 2020 هذا وقال رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول لأن خطط موقع فيسبوك لتطوير عملة ليبرا الرقمية لا يمكنها أن تستمر وأضف باول في كلمته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بأن عملة ليبرا تنطوي على العديد من المخاوف الخطيرة بالشأن الخصوصية وغسل الأموال وحماية المستهلكين والاستقرار المالي مؤكدا أن مشروع فيسبوك يجب أن يدرس بحذر لهذا أعتقد بقوة أنه يجب أن نأخذ وقتنا جميعا مع هذه المسألة وأثرت تصريحاته بشكل مباشر على سعر عملة بيتكوين التي انهارت قيمتها بنسبة 7% أثناء خطابه الذي استمر لثلاث ساعات اشتركوا في القناة